ترأس سيادة المطران مار أثاناسيوس في راس دردر النائب البطرياركي للسريان الكاثوليك على البصرة والخليج العربي القداس الاحتفالي الذي أقيم في كنيسة سيدة الكرمل للتين بمنطقة الهاشمي بعمان لقبول مجموعة من أطفال الرعية لسر المناولة الأولى وقد تم ذلك في ظل إجراءات احترازية بسبب تفشي وباء كورونا حيث اقتصر القداس على الأطفال وذويهم فقط وبعد أن تليت على مسامع الأطفال كلمات الكتاب المقدس ألقى سيادته العظام التي استهللها بالتعابير عن فرحه بهذه المناسبة مشيرا بأن هذا الاحتفال قبل فيه هؤلاء الأطفال جسدا ودم السيد المسيح موضحا لهم مدى التضحية التي قدمها لنا الرب من أجل خلاصنا احتفلت كنيستنا السريانية الكاثوليكية اليوم رعية مريم العضراء في الأردن بأول مناولة لحوالي 26 طفل وطفلة وحبيت أن أجي من العراق وأختم سنة الخدمة اللي أنا كنت منتدب فيها بهذه الرعية واحتفلنا مع بعضنا البعض ونطلب صلواتكم وتضرعاتكم خاصة لهؤلاء المتناولين اللي هم كلهم من المهجرين العراقيين اللي إجوا إلى هذا البلد المبارك لأردن نشكر قناة نورسات اللي دائما تواكب كل حفلاتنا الدينية والرعوية حتى الراب يعطيهم الصحة والعافية وخاصة لقائدة هذه البحطة الإعلامية الدكتورة باسمة السمعاني مع كل الكادر وأيضا صلواتنا وتضرعاتنا من أجل أنه ينتهي هذا الوباء وباء الكورونا في كل العالم لتعود البشرية إلى عافيتها بالصحة والسلامة ووسط التراتيل التي رنمت باللغة السريانية تقدم الأطفال مرتدين ثيابهم البيضاء ليتناولوا الإفخارستية المقدسة وفي ذات السياق ودع المطران دردر رعيته في عمان بعد انتخابه أسقفا على البصرة والخليج ليتسلم مهامه من بعده في عمان الأب سائر عبا فليخفر الثالث الأقدس دنوبكم وليصفى عن زلاتكم وليرح نفوس أمواتكم وليرأ بي أنا العبد الخاطئ ولتعني صلواتكم أمضوا بسلام وأنتم فرحون ومسرورون ونصلي من أجل بعضنا البعض في هذا اليوم المبارك بشفاعة العضراء مريم وجميع القديسين والقديسات آمين